لما الواحد بيجي يطلع على الشغل اليوم كان اول يوم عمل بيجي يدور على الجرابين الله يعزكم بيدور على الجرابين بيكون عنا اللي هو الفرد الاولى لونها ابيض الفرد التاني بدور على الفرد التاني ابيض زيها بلاقيش بتكون اسود بلاقيش اعني بيكون عندك كل هن مكركبات مع بعض مين عنده الكلام هذا بيصير يقول لي وبعدين فيه عنا اختراح كويس في واحد كان ببيع جرابين قلت له هات لبالله من هن لو قل لي اقول لك حاجة كويس قلت له اتفضل قل اشتري كلهم لون واحد عشان لما نضيع واحد منها نتلاقي التاني زيها فهذا اختراح كويس انه الواحد ممكن يشتري الجرابين كلهم لون واحد لازم اتحدث جهازك بالمميزات اللي موجودة معنا الان في الفيديو حاجات جديدة اول مرة تشوفها وهذه هتكون كمان مع التحديث 13 نصف لجديد وتابع معي الفيديو اولا باول ومش رح تندم هتكيف كتير اكتير يكونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وخلينا نروح نشوف التفاصيل المفيدة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا الشغل هيكون معنا في اجهزة شاومي سواء ردمي شاومي بوكو وسواء واجد كمان 13 وكمان واجد 12 نصف نيجي الان اول حاجة بدنا ندخل على المعرض على تطبيق المعرض اللي موجود معنا هذا التحديث الجديد في كل حاجة لو اجينا على المعرض يعني موجود عنا بتقدر تقول مكتبة مش مكتبة وغير هيك منتاج عندك برنامج او بتقدر تقول تطبيق منتاج في داخل جهاز الشاومي طلع معنا الان لو اجينا اخترنا اي فيديو او اي حاجة قبل من اختار الفيديو لو اجينا مسلا على الثلاث نقاط اللي هان عنا الشغلات اللي احنا كلنا بنعرفها فيه عنا محرر الفيديو خلينا نيجي على اول واحد يمحرر ينطرنا هذا الفيديو وحط يعني على الصح وهي جوالب ممتازة جدا طلع القالبات مع صوت يعني فيه صوت في داخله مع المونتاج رهيب جدا شايف كيف انت عمل لك الحركة بلاي من جديد هذا الحركة هو بعمل لك ايها تمام هاي قالب هاي قالب ممكن القالب هذا مع الترافل كلمة ترافل اللي انت شايفها في الحركة هاده هو بعملها حركة اللي هو هاي موز دوج هاي عنده تأثير الملون طلع كيف عنا هاي تأثير مثلا صفر كيف بيقلب مثلا هذا اللي لما يكون هيك بلف يعني بيحمل فيه بيكمله هاي مثلا ريترو هاي ريترو هاي بيكمل عليه كيدو يعني يعني عن جد يعني انت عندك برنامج ممتاز في جهازك الشاومي ابسط يا عم ما تشلش هام خلينا نشوف اللي بعدها وبتعمل حفظ اللي بدك تحفظه هاي عندنا دمج صور اختار صور مثلا هاي يمكنك بقولك اختيار ست صور هاينا انا مثلا اخترت ست صور وعملت عليهم صحة زي هيك والان في عندنا هنا ملصقات تنسيق اطار وهي ملصقات مثلا الملصقات اللي بدنا نختارهم مثلا ايش بدك ايش بعجبك ملصقات بتختار ايه خلصنا اخترنا تنسيق ايش تنسيق بدك نظام التنسيق زي ما انت شايف ايش ممكن تعمل تنسيق اطار ممكن تختار اطار معين ويعطيك العافية وهي حفظ هاي عندك اطار بست صور جاهز لو جينا لمقطع فيديو بدنا نعمل مقطع فيديو من اللي هو الصور وهي صار عندك مقطع فيديو ها مع موسيقى كمان وبتختار من هنا انسى يا باشا حاجات خرافية موجودة معك في تطبيق المعرض وبتعمل حفظ وتختار طبعا اي حاجة بدك شايف هدو كل هدول هدول كلهم بتختارهم يعني انسى يا باشا حاجة ممتازة جدا موجودة مثلا قص صورة تيجي تاخد مثلا صورة وهي بعلم الصورة وشايف هاي يقال ممكن ايش هنا علم اللي هو الشخصية الموجودة ممكن تختار منها اللي هو تعمل الخلفية زي ما انت شايف تعمل الخلفية زي ما انت شايف هي وبنزل فيها الخلفية زي ما انت شايف وبتختار الصورة اللي بتعجبك والخلفية وبتعمل حفظ ويجي الان لكلمة فن حاجة رائعة جدا طلع معي هان هان مثلا هان بدي اللي هو لو بولي لو بولي وهي اخترنا الصورة هادي طلع شايف يعمل لك فيها شايف الخلفية ايش صارت شايف الخلفية صارت رسم هاي مكتوب عليها نقش بدي اياها نرسم هاي رسم بتغيف الخلفية زي ما انت عايز انسى يا باشا حاجة حلوة كتير كتير مثلا هاي كمان نقش طبعا هدولة بتختارهم كمان من هان زي بدك هاي هوم تمام لو وجين لتأثيرات الفيديو شايف يتأثيرات هادي حلوة كيف هادي التأثيرات أنا ممكن أضيفها وقوله أبدأ شايف كيف بيعمل تأثيرات مثلا بدي اختار الفيديو هذا واعمل علي تأثيرات مثلا بدي اختار بتختار طبعا عشرين ثاني منه بس عشرين ثاني وتقوله التالي هاي بقول لك جار المعالجة مسلا ضغطنا عليه ضغطة زيك هايو بيعمل منتاج شايفين كيف? تمام مسلا بدي اكمل بعديها مسلا بدي الحركة هادي. بدي اكمل بعديها بدي الحركة هادي. بدي اكمل بعديها بدي الحركة هادي. لما قدت عشرين ثانية. حين بيخلص العشرين ثانية. وبقول لك يلا خلصت. هاي مسلا بدي اكمل زي هيك. وبعدها اكمل قول مسلا زي هيك. وبعدها اكمل زي على كلمة بلايه. ولما يخلص الان بقول يخلص. ايه بمشي بمشي لما يخلص. وهي عندك اجنحة. تمام. خلص? خلص. بنعمل حفظ. ايه بعمل حفظ زي ما انت شايف تحت الخط الازرق. وهنجي نقول له بلايه. وهي بلايه. وهي التأثيرات اللي انا عملتها كلها. شايفين كيف? كله جاهز. طيب. الان مسلا لو بدي ادخل كمان موسيقى بقدر ادخل موسيقى كمان من نفس الجهاز. هاي طلع معي هان هاي فيه تأثيرات. وفيه مسار الصوت. تختار كمان مسار الصوت. هاي. هاي مسار الصوت تختار بدك هي بالصوت. انسى الموضوع. كله جاهز. في عنا تفريغ مساحة هاد واستخدمها لما نكون المساحة المؤقتة. بتفرغها لحالك. وبتفرغ كمان ازا بدك تحذف صور مؤقت اه صور موجودة في المعرض. وعننا هانا الاعدادات اللي هو مزامنة مع كلاود. بتخليها شغالة ازا بدك او انما بدك. وفيه هانا اظهار كل شريحة ثلاث ثواني. وهانا عرض الالبومات المخفية ازا في الالبومات مخفية. وهانا تكرار كل الشرعة. لما بتك تيجي تعرض مسلا مثلا هاي صورة. وتيجي هنا بدك تشغيل عرض الصور. بيبدأ يعمل عرض الصور. شايف كيف انت قاعد بعمل هي وبيعمل عرض للصور. بيحركة الكل ثلاث ثواني بيطلع لك صورة. زي ما انت شايف. وفيه عندنا هنا ميزة حلوة كتير كتير. هنا فيك حاجة اسمها ضغط الفيديو. يعني ايش ضغط الفيديو. يعني انا الفيديو هاد عندي الف وتمانين. بقولك ضغط الفيديو لسبعمية وعشين للنص. بيصير اربعة فاصل سبعة وتمانين ميجا. هذا بدي يصير بعد الضغط. يعني انت قبل الضغط لو قلت على تفاصيل. هتلاقي قبل الضغط هيو تسعة فاصل اربعة وسبعين ميجا. يعني هيضغطوا الى المنتصف الى النص. فهادي الصحيح حاجة حلو انه انت بتقدر تقدر تضغط الفيديو عشان توفر مساحة في جهازك الشاومي. فيانا ضغط الفيديو ممكن واحد يستخدمها. وممكن تعمل الفيديو خلفي بدل الصورة بس هيستهلك طاقة طبعا. ممكن تعمل قص للفيديو. تعمل عملية قص هاي المحرر وعندك فلاتر وتحسين. وآآ يعني انت مسلا تحسين لو بدك تاخد تحسين ممكن تعمل عملية يعني التغيير الصورة كاملة. هاي كمان طالعك كيف? تقدر تغير في الالوان. حيوي. دافئ. وعندك التأثيرات والضلال. يعني كل حاجة بتقدر تلعب فيها في المكان المعرض اللي موجود في جهازك. حاجة خرافية موجود في جهازك وانت ما تعرف عنها وهو تطبيق المعرض. هانا عنا في التلات نقاط في عنا اللي هو ترتيب ممكن تخليه كشبكة. شايف كيف? هيو صار كشبكة. ممكن تخلي كقائمة. هيو قائمة. وهيو شبكة. في عنا حاجة اسمها ترتيب. ترتيب اه اتخصص الاسم وقت الانشاء. مسلا ترتيب وقت الانشاء. بعملك يعني ايه متى تصور? يعني ايه متى تصور? اخر واحد هيبدا يجيب لك اياه. واخر تحديس هي اخر تحديس. يعني انت اخر تحديس صار عندك هيك اخر تحديس. وانت بتختار اللي هو الترتيب هيا من الترتيب هذه. هذه الخيارات كلها موجودة. حسب مواصفة الجهاز ممكن تلاقي خيار خيارين مش موجودات بس. تطبيق المعرض اللي هيكون عندنا رقمه تلاتة اربعة خمسة تمنتاش هذا الجلوبال العالي. وعندنا محرر المعرض اللي هو هيكون اللي هو رقمه سفر سبعة ست واحد. وهدول هحطهم في صندوق الوصف. وموجدين كلهم عقناة التليجرام هتلاقيهم هيحولك صندوق الوصف على التليجرام هتحمله من قناتي على التليجرام ايهاب تيفي. الان لتطبيق الملاحظات التطبيق الرائع والفزيع وفي اسرار قوية جدا. لو اجيت هنا على الثلاث نقاط. عندك عرض كقائمة. عرض كشبكة. وابتيجي هنا على الاعدادات. عندك اعدادات حلوة كتير كتير بتقدر تختار اللي بدك اياها منها. لو اجينا على الزائد. قبل ما نجي على الزائد في عنا حاجة هنا. طلع انا ايش عامل هنا? انا راسم دوائر راسم مستطيلات. راسم مربعات. راسم مثلاثات. زوايا منفرجة قائمة. قطاع دائري. يعني عندك ملاحظات قوية جدا. انا راسم هنا في اللي هو المكان. بترت مثلا هاي اللون الاسود. واجيت انا بدي ارسم مثلاث مثلا. بتيجي عند نهايته وبتقف شوي بيرسم لك اياها عدل. شايف كيف صار? دائرة مثلا. وهي رسمت دائرة وبتقف عند اخرتها شوي. وبيرسمها بشكل صح. مثلا مربع. وهي. هذا مش مربع. حتى طلع مستطيل. وهي مستطيل. مثلا معين. اي شكل بدك اياه بتقدر بترسمه. كمان ممكن ترسم خط مستقيم. بتقف شوي. قصمنا دائرة هيك. وهي بتقدر كمان تكبرها وتزغرها بالشكل اللي انت شايفه. وجوها مثلا مثلاث. وهي جوها مثلاث قائمة الزاوية. كيف هيك? حاجة روعة. وبتلون. بدك تمسح. هاي بتمسح هيك بنظام البكسل. ونظام الخط. هاي مسحة الخط كله. النظام اللي هو البكسلات. نظام خط. هيك راحة. خلص. فعندك نظامين للمسح. حاجة روعة في تطويق الملاحظات. وجينا عزائد زي هيكة. وتقول له انشاء خريطة دهنية. وبقول لك انشئ خريطة دهنية. مسلا بديها شكل هيك. بدي الشكل هيكة. وابدأ. مسلا بدي اكتب اي اي تلاتة عشر. واضغط على الموضوع. تمام? ادخل الموضوع. اي هانا مسلا. شاومي. وهي زائد ام اي او تلاتة عشر ام اي او اي اتناش ونص. انا بعمل خريطة دهنية قاعد. بدك كمان واحدة كمان نضيفها. بتقدر تضيف واحدة هيك لقدام. بدك ترجع الى الخلف. ترجع الى الخلف زي هيكة. بدك تضيف كمان واحدة. تقول له انا. تمام? بدنا نكمل. نعمل. خريطة نكمل الخريطة نفسها. لو مسلا تجي على المكان هذا. تمام? بنحط زائد. نكمل. بنقول له هذا تتفرع الام اي 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 تلاتة عشر. يقول مسلا اللي هو ممكن نكون بوكو. ممكن نكون آآ آآ ريدمي. بنرجع مسلا في خطأ. بنرجع. ممكن نكون ايش? شاومي. فانت الان يا باشا بتعمل خريطة دهنية في تطبيق الملاحظات. طرح كيف? شاومي تفرعت لايش? وجه هادة تلاتة عشر تفرعت لا مين? وبتعمل هذا الخريطة بتعملها انت? لما بدك تعمل حاجة بدك تعمل حاجة في راسك معين. تخطط اشي معين. يعني تخطيط هندسة في عندك هنا. وهنا عندك حدف. وهنا عندك لو تلاتة نقاط عملناها زي هيك بتحفظها. ولو عملت على هدولة بعملك هيها بالشكل هذا. شايف الشكل هذا? تلاتةاش اشي وبوكو ريدمي شوم وهكذا. وبتعملهم بالشكل هات. فانت بتعمل حفظ كمان. هاي هنا في انا حفظ. نقل مشاركة. حدف. وانت الان في يعني تطبيق الملاحظات حاجات خرافية انت قبليك ما عرفتها. هيو اخر رقم من الموديل العالمي. وهو تلاتة فاصل سبعة فاصل سبعة. ايه تلاتة فاصل سبعة فاصل سبعة. هذا للتطبيق العالمي. ممكن للتطبيق الصيني يكون في واحد اكتر من هيك. وبهيك ما قدر اقول لك هذه كانت يعني خطوة اولى وخطوة بسيطة من اسرار تطبيقاتك اللي موجودة معك. لازم يتحدسها. وتحديثها في صندوق الوصف على قناة تليجرام بتلاقيها. لا تنسى ضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعلي جرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد. ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم يا ابو الصرفان. بسلام.